وذلك أن تسبيح الله عز وجل هو أفضل كلم يقوله العبد بعد قراءته القرآن وقد جعل الله عز وجل للمسبح ثلاث خيريات في كتابه فقال الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير أمل وقال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابًا وخير مردًا والباقيات الصالحات جاء في حديث أبي سعيد وغيره أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات بهذه الكلمة العظيمة سبحان الله فهذا يدلنا على أن الانشغال بهذه الكلمة هي خير ثوابًا فلا ثوابًا أفضل بعد الواجبات وكلام الله عز وجل من هذه الكلمات ومنها التسبيح وهي خير أملًا فمن رجى أملاً وطلبًا ورجى سؤالًا وخاف أمراً فانشغل عن ذلك بالتسبيح والتهليل والتحميد فإنه يعطى سؤله وإن لم يطلبه كما جاء في حديث ابن عباس أن أعرابيًا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال الأعرابي فهذه لله فما لي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا قلت هذه الكلمات قال الله سلتعطه فمن شغل بالتسبيح كانت خيرًا له أملاً مما يؤمل ومما يرجو فيعطيه الله عز وجل أعظم من ذلك وفي حديث أبي سعيد عند النساء من شغله ذكر عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطى السائلين وآخرها خير مردًا عند الله عز وجل ومردًا في الدنيا فهي خير من خادم كما قال النبي لفاطمة وزوجها علي رضي الله عنهما وهي خير من متاع الدنيا وخير من كثير من الأمور التي يرجوها المرء مردًا عند الله عز وجل شكراً للمشاهدة